السلام عليكم. برحب فيكم كلكم بالرسالة رقم 45. انا ايمان عبدالنور عم بيحكي معكم من لوس انجلس. وبشكركم على المتابعة واللي عم تزداد بشكل كبير. عم نشوف على الاسبوتيفاي والابل بودكاست وجوجل بودكاست وراديو الان. ومنصات الفيسبوك واليوتوب وغرف الواتس اوب وبكل مكان. واتمنى انه تستمروا هيك. وانه تبحثوا حتى يعني عن اشخاص اللي لسا ما واصلتوا الرسالة وما شايفينها من قبل. وبتحركوا شو فيهم وبعتولهم لحتى يكون كل السوريين حقيقة عنا مصادر موحدة على الاقل من المعلومات فقط اللي هي مدققة من اصحابها. وبالتالي انتوا تكونوا المحللين. انتوا تكونوا اللي تاخدوا الرأي والموقف بناء على المعلومات الصحيحة اللي عم تكون متوفرة لالكن. اه خلونا اه نبدأ هال الاسبوع في كتير 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 قضايا. اه باختصار شديد في ناس قالت انه ما جرى من مسرحية الانتخابات ممكن اختصارها بصورة حقيقة اللي كانت هي لشارع الجلاء بمدينة دومة. الشارع اللي بينتهي بمجلس مدينة دومة الصورة فيها المجلس هيك مكسر ومهدام تاخذ الصورة عام الفين واتلتعاش واختار اه بشار الاسد هذا الشارع لكي يذهب وينتخب فيه ويدلي بصوته. وبالتالي كانت الرسالة انه هذا هو باختصار الصوت الذي ادل به اتى معبدا عبر دماء الشهداء السوريين اللي كانوا يبحثوا عن مستقبل افضل لبلادهم ولا سوريا ولا يورثوا ولا اولادهم. بكل تأكيد الانتخابات الموقف من ما من النظام السوري من كل دول العالم ما بعد نتائج الانتخابات هو نفس الموقف كما قبله. والاتحاد الاوروبي اعلن موقف ايضا بعد نتائج صدور نتائج الانتخابات اللي هي يعني معروف كيف صارت ومين كيف واحد ختم عن عن الباقي وكيف عدد الاصوات اكتر من كل الناس الموجودين فيزيائيا داخل مناطق النظام واللي مؤيدين لاله في كل مناطق العالم. وبالتالي اتحاد الاوروبي اهل لن نعترف بنتائج الانتخابات السورية وهي لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي. هلا في نقطة مهمة خلينا نحكي فيها الرسائل كان له هدف حقيقة النظام من هاي المسرحية. في ثلاث كتل رئيسية عم بيعمل لها خطاب. الكتلة الاولى اللي هي المجتمع الدولي عم بيقول لهم انه عم تشوفوا هالناس رغم كل الفقر. رغم انه ما في مواد. لا ما في زيت. ما في سكر. ما في الشاي. ما عشاتهم ما بتكفي. ما عندهم بنزين. ما عندهم ما زوت لحتى يدفوا. ما عندهم كهرباء لحتى يشوفوا انترنت. ما عندهم مي. ومع هيك بنزلوا بنقادرين نحن نزلهم اجباري عنهم يدبكوا. ويرقصوا ويحتفلوا. يشوفوا سيارات ولاد المسؤولين. وشيارات الجماعة تشبيحة النظام اللي هي كلها من بورشي وبي ام ومرسي تسات بالشوارع. كل واحدة حقها اكتر مئة الف دولار. ومع هيك ما حدا بيسترجي ينتقدوا كل البنزينة عم تصرف بنزينة كل سيارات المواطنين السوريين. ازا هذا الرسالة. بدكن بدكن شي من دولة المجموعة من الناس تسع ملايين ونصف عشر ملايين شخص. فازا علاقتكن معي. بالنسبة للناس اللي داخل مناطق النظام لهاهم واشغلون عن المشاكل الاقتصادية وعدم توفر المواد الاساسية. وامعانا في الذلة الهم لحتى الوصول للمرحلة الاخيرة اللي هي الاستسلام الكامل ومسح الدماغ الكامل. بمعنى عندما يأتي شخص ويرى صورة نفس الشخص والكل يطبل ويزمر وكل يرقص وكل يعتبره انه هذا كأنه بمرتبة التأليه. ويرى صورته الف يوم وما فتر راسه بالجوة بالمكتب بالشغل بالمدرسة بالجامعة بمكان العمل بالوزارة بالشارع باي مكان. معناتها بصير عنده ايمان داخلي انه هذا صحيح. وبالتالي ايضا هو عم بيخدر جماعته. الكتلة التالتة اللي هي خارج منطقة سيطرته. بالتالي في بعض الاشخاص هونيك اللي ما عندهم الخبرة السياسية اللازمة او المتابعة للاخبار الكافية. بالتالي حقيقة صار معهم بشوية احباط. صار عندهم مضايقة وظنوا انه فعلا كان فيه انتخابات وانه فعلا كان فيه كأنه صار مضمون يبقى لزبع سنوات مقبلة. هذا غير صحيح. رغم انه هي الحقيقة اللي صار هو العكس تماما. انتوا بالذات. انتوا اللي صامدين وانتوا اللي عملتوا. انتوا اللي اثرتوا بحاضنة النظام وضربتوا له ياها بالصميم. صمود الناس اللي بيدرعى اللي يسكروا مراكز الانتخابات وحطوا الشعارات والساينات الكبيرة والارمات والصور وضد ضد الانتخابات وضد هاي المسرحية. التظاهرات اللي صارت في مناطق المحرر. البيانات اللي طلعت. الرسوم الكاريكاتورية المبدعة للفنانير السوريين اللي عم تتمسخر عن ما جرى. حقيقة كركبة حاضنة النظام. وهذا الشي اللي هو حسه. لانه هو عنده الامن مباشرة كل يوم بشكل يومي بيتابع احساس وشو اللي عم بيصير داخل مناطق وعند الناس. وبالتالي حس انه في شي ما يعني في عنده مشكلة وخاصة انه اجت هال هالثورات وهالناس وما جرى بدرعه والمناطق المحرر بنفس فترة ما جرى بالقدس الشرقية. واللي بثت روح الثورة عند الناس عنده ورفعت سقف التوقعات وصار بدهم كأنه شي اكتر وانه ليش هيك عم بيصير هناك نحن ما عم بيصير عنا. وبالتالي كانت الاستشارات من مكتب الامن القومي لبشار الاسد انه يعمل ثورة مضادة. هالثورة المضادة نفس الطريقة اللي كان عاملة سابقا. نحن كل معتادين على سماعت عابير مثل رئيس النظام هو العامل الاول. فلاح الاول. هو الطبيب الاول. هو المعلم الاول. هو الجندي الاول. هو المثقف الاول. حتى هو انه المعارض الاول. وهذا ما عم بتضحك عليكم. تسألوا قيادات المعارضة اللي كانوا يحققوا معهم باجهزة الامن. بيقولوا انت على شو طالع تعارض. ما الرئيس هو المعارض الاول. هو عنده الاجندة الاصلاحية. هو اجندة التطوير البلد. انت شو تعارض مين? فاذا نفس المبدأ الان صار الثائر الاول هو ايضا بشار الاسد. وبالتالي شو عملوا? صادروا كل التعابير. الموسيقى. اللوحات. طريقة الاحتفالات اللي كانت تصير بالثورة السلمية في بداية الحراك الثوري في الالفين وداعش. نفس طريقة تصوير التجمعات بالساحات. وبالتالي بيخلوا عقلك الباطن يربط بين صور الفيديوهات تبع الثورة الاولى والان. وبالتالي تفكر حالك انه انت صاحب الثورة. انت الان تعيش الثورة اللي هي الدبك والرقص من اجل احتفالات رئاسة الجمهورية المزورة. هذا هي باختصار ما يجري من ثورة مضادة. ايضا تم الطلب منه انه يعمل كلمة ويلخص فيها كل ما جرى ويعني يختطف كل هذه التعابير الثورية لصالح جماعة المؤيدين. حتى في ناس يعني صارت تنكت على هالخطاب الاخير اللي القاه وسميته خطبة الوداع. فشو صار في انه رئيس النظام اقتصرت كل كلمة تسع دقايق ونص على السباب والشتائم. وحتى في ناس قالت انه هاي غير مسبوقة نهائيا لأي رئيس جمهورية شرعي او غير شرعي انه بهالكمية هاي وما في داعي. لا لا يعني هذا بيدل على انه هو مأزوم وانه متضايق. لانه المنتصر هو بيجي اكبر وبيدعو للتصالح وبيضب الكل. فلنفرجيكم بس بعض التعابير. فشو صار يعمل? قال انه جماعة اللي الناس عم تدبك بالمع النظام هني هدولة هي هي ثورة. بينما ما يجري الان في درعة وفي المناطق المحررة وشمال الشرق سوريا هناك ثوران. وقال انه الناس اللي عم تدبك وعم تنزل بهذه السيارات تتزمر وتحطى صوره علي وعم بتطلع وتعملها رصاص كله هدول الثوار. بينما الاخرين في المناطق الاخرى هنه ثيران. حقيقة مقارنة مضحكة. يعني حتى طلاب المدارس بصف الابتدائي ما بيعملوا هيك شي. ما لازم تنطلع علينا هالشي. وما في داعي لا للقلق ولا للأحباط. بالعكس انتوا الناس اللي نزلتوا وتظاهرتوا. انتوا اللي ضريتوا قتلتوا في الحاضنة تبعته. وبتذكروا ايضا اصلا صدام حسين كيف بيقبل خمسة شهر من سقوطه ودخول القوات الامريكية على العراق بستة عشر اكتوبر شهر عشر الفين اثنين عمل انتخابات ونجح فيها بالمئة بالمئة. رئيس تشاد اللي حكم كلاتين سنة ادريس ديبي. بعد يوم من اعادة انتخابه بنصف نسبة بشار الاسد. ايضا كمان تم تطيره. فاذا ليس معناته انه نجح لسبع السنين. دكتور قدري جميل عمل يعني افشة لطيفة. عندما قال انه لازم نبطل بقى نحكي بين موالاة ومعارضة هذه الثنائية. اسديين وضد نظام الاسد. جماعة الشبيحة وجماعة الثوار. لازم بقى كمان يدخل مفهوم جديد هو المنهوبون والناهبون. عم بيقول المنهوبين هنه كل فئات ومكونات المجتمع السوري بكل اطيافه كاملة هدول اللي عم بينسرقوا وعم بيننهبوا. والناهبون هنه في منهم من النظام. في منهم من المعارضة. الهم مصلحة يستمر الواقع الحالي انه هن عم بيبقوا بمناصبهم وعم بيستمر سرقاتهم ونهبهم لكل الشعب السوري. وهن المتشددين من الطرفين. فايضا كمان هاي طرح فكرة جديدة. الاتلاف الوطني باستوى عشرين مايو ايار من كم يوم. بلش اعمال بناء لمقر لاله بداخل ريف حلب. وبالتالي داخل سوريا. الاتحاد الاوروبي مدد العقوبات المفروضة على سوريا. وهي بتشمل ميتين ثلاثة وثمانين شخصية تابعة للنظام واركانه. وسبعين مؤسسة تابعة لاله. الدكتور حسين القاضي الوزير السابق حقيقة حقى انه عمل فيديو وعمل فيه يعني مثل فتاشة للانتخابات. قال انه السلطات السياسية عندما تتورط بعملية الفساد الاداري بتأثر على المساواة بين افراد الشعب وبتتراكم الثروات بيه تحفني من المتنفذين. وقال انه شو يعني اذا انتوا حققتوا نصر. هذا ليس نصر. النصر الحقيقي. ان ينهض الزعيم. وتنهض معه امته. وتحقيق العدل والمساواة بين كافة المواطنين. وليس ما يجري الان. الرئيس بايدن نزل تمويل القوات قسد ومغاوير الثورة من ميتين مليون عام الفين وعشرين. لمية وسبعة وسبعين مليون دولار عام الفين ووحد وعشرين. صار بمنبج تظاهرات سلمية ضد قرار التجنيد الاجباري للادارة الزاتية. صدرت بيانات تضامن كثيرة معها. وقدت الى استشهاد عدم الشباب. نحن الان عم نسجل يوم التلاتة لسه. في بداية الحراك ما لحقنا نشوف شو. منتابعة بالرسالة المقبلة. تقرير خدمات الابحاث بالكونغرس الامريكي. طلع تقرير انه في شركات صناعية صينية. عم بتبيع تقنيات للصواريخ لسوريا. الجالية السورية بامريكا كان عندها عدد من النشاطات. التقت مع اضوى الكونغرس سيد رجا كريشنا مورثي. وهو بمجموعة دعم سوريا الحرة وبرجنية المخابرات بمجلس النواب. حقيقة صار فيه طرح. صار في اقتراحاته عليه. اللي هو دعم قضية تعيين مبعوث خاص لسوريا. دعم انه ادارة الرئيس بايدن تضع بعض المتنفذين في سوريا من اللي عم بيهربوا وينتجوا الكوبتاجون ويقتلوا الناس في السجون والمعتقلات في قائمة عقوبات جديدة. ايضا العمل على تجميد عضوية النظام السوري في منظمة الصحة العالمية. وايضا انه نظام الاسد لا يحمي الاقليات بل يستغلها ككرت لمصالحه الشخصية. واجاب فعلا عضو الكونغرس قال النظام الاسد لا يمثل الى نفسه وعائلة الاسد. تم تنبيه ايضا من قيام ايران بشراء منازل في دمشق القديمة وتغيير البنية الديمغرافية لكل المنطقة. نجي للرئيس بايدن والرئيس بوتين اللي هي اهم حدث سوف يكون خلال اسبوعين. الرئيس بايدن رح يطلع على بريطانيا ب11 حزيران يونيو بعد كم يوم. وبالتالي رح يلتقي هناك ويشارك بقمة الدول الصناعية السبعة الكبار. بعدها بيومين بيروح على بروكسل. عاصمة بلجيكا في عنده قمتين بضيحضن. هي قمة الامريكية الاوروبية. وقمة حلف شمال الاطلسي الناتو. بيقعد يومين بيروح على جنيف بيلتقي مع الرئيس بوتين. حقيقة هذا لقاء جدا مصيري. بالنسبة لوضعنا كمعارضة سورية. في سوريين عندهم علاقات كويسة ومتميزة في الادارة الامريكية. حقيقة مباشرة اجروا عدد من اللقاءات. وابدوا اراء وملاحظات. وطلبوا انه تلحظ في جدوى اعمال اللقاء بين الرئيسين عفوا بوتين وبايدن. هاي الملاحظات فينا نقلكن ياها ونسربها هي. اولا انه يكون وضع سوريا كملف مستقل. وليس ملف ملحق او ملف فرعي تحت ملف ايران. ايضا انه الخارجية والادارة عم تستخدم تعبير تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام. انه هذا الشيء ما في معنى يبقى كلغة دبلوماسية ولكن ممكن يصير سياسة. لانه اذا صار سياسة معانة لازم يضعوا خطوات تثبت تلك السياسة علما ان النظام لا يرغب بالتغيير اصلا وما بده يغير. وانه خيار رئيس النظام هو المحافظة على بقاءه فقط بغض النظر عن النتائج. ومهما ادت حتى الى تقسيم عدم الاستقرار الكارثة الانسانية اللي قد تؤدي الى فوضى بالمنطقة. النقطة الملاحظة التالتة اللي كانت هي انه التأكيد على مسؤولية رئيس النظام السياسية باتخاذ القرارات التي ادت لما جرى من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وهذا مثبت في عديد من المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة. في وفد اميركي رح يزور منطقة شمال شرق سوريا بحوالي نهاية هذا الشهر. ورح يرجع مباشرة قبل اسبوع الاول من تموز يوليو. لانه في مؤتمر مهم بواشنطن بهديك الفترة. وبالتالي هنه رح يشاركوا فيه ويقدموا ما ما شاهدوه في المنطقة. السيد عبدالوهاب بدرخان كان عنده مقال جدا مهم. حكى فيه ان المواقف الاميركية والاوروبية ما نحاس من لمصلحة النظام. لا هي خلته ينتصر. ووقت اللي هو حقق تقدم عسكري ما خلته يستفيد منها في احداث ايضا تقدم على المستوى السياسي. لكن عم بيقول ان الاطراف الخارجية هي اللي عم تربح في روسيا. عم بيقول انه هي ترف بيعات انتخاب الاسد تثبيت لهيمنتا ودورة جديدة في الشرق الاوسط بالتوافق مع ايران وتركيا اسرائيل. عم بيقول ايران عم تسجل خطوات متقدمة عززت مشروع الاقليمي اللي هو تعزيز نفوزه بسوريا. تحالف الاقليات تقوية محور المقاومة الممانعة. تركيا ايضا عم تشوف انه هي فرصة شديدة لتقوي نفوزها في المنطقة عم تتقارب من روسيا. عم تقدم حالة كشريك او حتى بديل لايران. عم تحاول دائما تكون على مسافة غير معلنة قريبة من اسرائيل. اسرائيل كانت ولازالت تدعم بقاء الاسد بعد ما حقق لها اكثر ما تريده من دمار سوريا بشر وحجر. ويقول السادة عبدالوهاب بدرخان هذا هو الواقع في هذه المنطقة. لكن في النقطة جدا جدا مهمة لازم ننتبهها الان حقيقة. عم تتداول في الغرف المغلقة الان في واشنطن. عم بتقول انه الان في الادارة امريكية تسير باتجاه انجاز الاتفاق النووي. بمعناة آآ آآ رفع العقوبات عن ايران. وبالتالي توفر امكانيات مالية هائلة لايران تدعم جماعتها والبروكسيات تبعا. هذا مباشرة رح يولد مسارين. المسار ايراني روسي اسرائيلي لحتى يضمن فق الاشتباك وتخفيف المخاوف الاسرائيلية من القوات والميليشيات والموجودة في الايرانية الموجودة في سوريا. وبالتالي يضمن انه ما تكون تزيد حجمها عن فقط تثبيت وجودها دون ان تشكل خطر على اسرائيل. وايضا ممكن يعمل نفس الدور في لبنان مع حزب الله. امريكا ايضا رح تحاول تعمل في مسار تاني نفس الدور مع اسرائيل وايران بسوريا ولبنان. بعد ذلك ايضا روسيا رح تنخرط مع تركيا من اجل تثبيت اتفاقيات سوتي في شمال غرب سوريا وبالتالي ممكن يكون المعابر تعيدة للنظام. ايضا تنخرط مع قوات الادارة الزاتية وقسد روسيا من اجل مصالحات وبالتالي تخفيف الوضع مع النظام. اللوحة كلها بتتغير وبالتالي المطلوب الان من المؤسسات اللي بتمثل المعارضة سياسيا تعد سيناريوهات ودراسات لتلك المرحلة وكيف تتصرف ماذا تفعل ما هو الخطاب وما هي الرسالة. الدكتور احمد طرأجي حقيقة رئيس سامز السابق مدير الاطباء السوريين في اميركا سابقا كان عمل مقالة يعني قبول جدا حسن حكى فيه انه كيف السوريين الاثنين وسبعين منظمة مدنية قاطعوا الامم المتحدة بخريفة السطاعش مما اثر عليها جدا سلبيا لانه عم بيقوله انه ضعف اداء الامم المتحدة ما بقى مقابل للسكوت عنه يعني المشكلة هو المنظمات الاممية مخولة بالتنسيق مع النظام مع وزارة الصحة من خلال دور القضايا الصحية او وزارة الخارجية وبالتالي ما قادرين يقترحوا اي خطة لتطوير واقع الصحي في سوريا او تخفيف معاناة شعبنا او حتى يعني العمل الاغاثي بيطرحوا الخطة بتكون جدا مدروسة بشكل جدا ممتاز من كل الخبراء السوريين في اميركا وبالتعاون مع منظمات اخرى خارج اميركا وبيروحوا بيعرضوها على النظام بيجي بيعملهم ضرب مثال انه بالالفين وستعاش جابوا لهم واحد وسبعين تعديل فاسقطوا واجهدوا كل خطة الحسنة من اجل مساعدة ناسنا واهلنا داخل سوريا وفي داخل مناطق النظام وخارج مناطق النظام فهذا عم بيقول هذا الشيء ما لازم يتم السكوت عنه لازم تقوية موقفنا ضد هذا الامر ايضا صارت المفاجأة انه المجلس التنفيذية من الضمت الصحة العالمية عين النظام السوري كممثل مناطق الشرق الاوسط بالمجلس التنفيذي فعمل حقيقة السيد الصحفي جيت جولدسميث لقاء ممثلت منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة اكمال ماكيتوموفا حقيقة شيء مخجل وانا راح اتركه انكم تحكموا على هال يعني شيء مخجل حقيقة ما جرى عم بيقول انه اتصلت معه هي الدكتورة لجولدسميث قالت له بنيسان ابريل انه بدي اعمل معك مقابلة مشان ينشرها في الصحف العالمية فوقتي بعد ما نظموا اللقاء بلشوا في اللقاء معه فعم بيسأله بالشيط هي تحكيله عن كل شيء يعني اديش عمله الممتاز ومنظمة الصحة العالمية والنظام كتير كتير كويس وهالقصة هاي فقال له انه انت نحن عم نعرف انه بي مخيم الركبان في الناس عم بيختطفون النظام وعم بياخدهم حتى من سيارات الاسعاف اللي هي عم تكون تابعة للهلال الاحمر السوري اللي في كتير وثائق وصور وفيديوهات تثبت انه هو بتعاون دقيق ووصيل سيد الصلة الصلة مع نظام السوري فنفت ذلك الدكتورة ماك ديموفا فتركها تحكي فقالت هي انه لا نحن عم نشتغل وبشكل كويس مع النظام السوري وعم نحاول نعمل وعم نوزع الان خطة من اجل توزيع اللقاحات وآآ بكل المناطق فقال له طيب انتوا عم لش عم بتوزعوا بطريق افضل ضمن مناطق النظام وليش ما عم توزعوا في مناطق شمال شرق سوريا وفي مناطق شمال غرب سوريا بشكل كويس فصار في طرق الطاولة وصار في ضجة بالميكروفون ما عد سمع منا شو عم تحكي بعد شوي صار عم بيسمع منا شو عم تحكي فهم انه في حدا يعني من المخابرات هو اللي عم بيسيطر على كل اللقاء انا كنت بدي بدي حييه واحكي بشكل حتى على الفيديو انه انا برحب بضابط المخابرات اللي عم بيعملك مراقبة لحديثك معي لكن قال خلينا نكمل اللقاء هذا حكيه كله هو ناشره هذا الحديث الصحفي فقالت له صارت بقى تتحجج له انه في عقوبات اقتصادية وما عم بيدروا يدخلوا الطعم بيهديك المحلات ومن القضايا هاي فقال لا طيب انتو بتكون فيك تطلعين على البرنامج تبع التطعيم تبعك لو سمحتي وهل انتو بتكون طعموا اللقاحات في مناطق السجون اللي فيها عشرات المساجين بمناطق النظام وسجونه ومراكز الاعتقال تبع الامن وهذا كله بيأدي الى انتشار وباء الكورونا فيها هل رحتوا شفتوا السجون صارت تضجي على الطاولة وراح صوته وبلشت تضجي ايضا مجديد رجع الصوت بعد شوي صارت يده تهرب من الحديث قالت له بس لكن روح شوف انت مخيم الهول والسجون اللي عن منطقة قصد هنيك وكذا صارت تغير الموضوع رد قال لا طيب انت عم بتقولي انه انتو اللقاحات ما اخذتوه على شمال شرق سوريا بسبب الاثر المخيف للعقوبات وانه ما سوء التوزيع بسبب العقوبات الامريكية وحديث الجانب طيب ممكن تعطيني مثل عن كيف اثر العقوبات عم بيخلي ما توصل اللقاحات لشمال غرب سوريا لمنطقة ادلب او لشمال شرق سوريا لمناطق الادارة الزاتية وشو اثر المخيف للعقوبات على تدمير الاقتصاد في سوريا صارت في ضجة ودبك على الطاولة راح صوته رجع بعد شوي بدون ما تجاوه ما بتعرف شو بدأ تجاوه ما قدرت تعطيه مثال واحد طيب هذا يعني هذا مديرة المنظمة الصحة العالمية في سوريا وهذا الحديث موثق بالفيديو عم بيحكيه صحفي اميركي ما له علاقة بسوريا ودافع عن الثورة السورية وعم بيحكي هيك للأسف الشديد ما يجري الآن قضية الناجحون حقيقة بنفتخر بالسيدة تياما بنته العبدالآدر الكامل من حلب اللي حصلت على الشهادة الثانوية بدبي وانتقلت بعد ذلك لتورنتو بكندا عام 2016 وحازت حقيقة على جائزة الاكاديمية السينما والتلفزيون الكندية اسبوع الماضي كجائزة افضل فيلم وثائقي بتحدث عن ام سوريا وطفلة بعد انتقالها من وخيمات اللاجئين بتركيا الى تورنتو اسمه هاكي مام يعني ام الطفل السوري اللاجئ هلا عم بتعد هي لفيلم تاني ايضا عن فيلم درامي عن اشكالية الهوية والجنسية والتشرد نتمالنا للتوفيق يعني الكاتب والمبدأ عبدالرحمن مطر السوري ايضا كمان الان هو اسمه مدرجة على قائمة انه ياخد جائزة لأفضل عشر اشخاص كتاب وفنانين بارزين من الوافدين الجدد واللاجئين المهاجرين لكندا هو رح يمثل مدينة تورنتو ايضا بجائزة افضل تمكين للمجتمعات عام الفين وعشرين بنقول له الف مبروك لالو وهكذا بنكون انتهينا شكرا اشتركوا في القناة